تمكن علماء من فك رموز مجين الكوالا في أستراليا في تقدم من شأنه المساهمة في حماية هذا الحيوان المهدد بالاندثار السريع وشارك في هذه الدراسة أكثر من خمسين باحثا من سبعة بلدان وقد نشرتها مجلة نيتشر جينيتيكس واكتشف الباحثون ستة وعشرين ألفا وخمسمائة وثمانية وخمسين جينا وفككوا مجين هذه الحيوانات بدقة تصل إلى خمسة وتسعين فاصل واحد في المائة ومن الأمور التي توصل إليها الباحثون تحديد الجينات المتصلة بجهاز المناعة في خطوة أولى على طريق تركيب لقاحات تحم هذه الحيوانات من بعض الأوبئة التي تصيبها